أشار مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية إلى أن صحيفة الشرق لصحبها عون الكعكي تستمر بإهانة موقع الرئاسة عبر نشر صور كاذبة ومزورة ومركبة لرئيس الجمهورية العماد ميشيل عون إضافة إلى أخبار مختلقة ولا أساس لها من الصحة وأضاف في بيان أن الرئاسة التي اختارت تجاهل اعتداء الصحيفة المتكرر على قاعدة عدم أعلاء الصغائر وأعطاء كل ذي حق حقه تسأل نقابة الصحافة مجلسا وأعضاء التي يدعي عون الكعكي تمثيلهم عن موقفهم من الإساءة المستمرة لموقع رئاسة الجمهورية قبل الولوش في الإساءة إلى شخص الرئيس وتحقيره والتي يحاكم عليها القانون بمواد تصل حد السجن وسحب الرخصة من الصحيفة لكن الرئاسة تتريف بإجراء المقتضى القانوني أولا لقطع الطريق أمام مدعي الصحافة لعب دور الضحية تحت شعار حرية الرأي والإعلام وثانيا للإفساح في المجال أمام الشرفاء في هذه المهنة والنقابة لأخذ الموقف الأخلاقي الذي يمليه عليهم ضميرهم المهني والوطني وأتابع البيان أن أمعان عون الكعكي في تقصد إهانة رئاسة الجمهورية عبر التشويه والتزوير ووضع صور المهينة والمركبة في خانة الخبر وعلى الصفحة الأولى من دون التلاطي حتى خلف خانة الخبر الساخر أو الكاريكاتور يؤكد المؤكد وهو أنه دخيل على مهنة ونقابة قدم العديد من أعضائها دما في سبيل رقي المهنة ورسالتها وكانت مجموعة من الحرس القضي امتدعت فور إطلاعها على ما ورد في جريدة الشرق صباحا إلى التحرك نحو وزارة الإعلام ومكاتب جريدة الشرق حيث نجحت بالدخول ولصق عدد من صور الرئيس الجمهورية مع عبارة فخامة الرئيس تيجراسك وأكد المشاركون أنهم يحترمون حرية الإعلام ويقدسونها أما حرية الشتيمة فلم تعد مقبولة